يوم بقى ماتش الأهلي وزمايك اللي انت قادرته المباراة صعوبات اللي فيها التفاصيل اللي فيها ما وفيه شده وجذبه وفيه تفاصيل كتيرة وفيه نتيجة وفيه أهداف تعملت ازاي مع المباراة دي؟ لو بصراحة اللعيبة كانت ملتزمة جدا كابتن فرقة شكبالة ومحمد شنووي وإحنا في الممر قالوا يا كابتن أمين ما تخافش من حاجة احنا هنساعدك مين طارق حامد وشنووي؟ لأ شكبالة كان كابتن فرقة وشنووي هم قالوا لك كده هم قالوا كده فدي أنا نزلت مركز بس في المطش اللعيبة نفسها مركزة في المطش مش مركزة مع التحكيم مش مركزة في أي حاجة غير اللي هم يلعبوا كورة دي جملة عظيمة فده اه طبعا اه طبعا لأ حتى البنى مطش بتاعه نفس الكلام محمد عادل نفس الكلام اللعيبة نفسها والأجهزة الفنية بتطمنك لإني طبعا كانت أول مرة وأول تجربة لحكم المصري حاكم ألوزا مالك في الدوري منذ فترة كبيرة فهم طمنون اللي انت ألعب وما تخافش من حاجة يعني احنا مش نعمل لك مشاكل صحيح فطول ما اللعيب نازل يركز في المطش بس هتبعى عطرادات أقليلة انت كحاكم هتركز في المطش بس مش هتركز بقى سناليو ايه هتديره حق اه بالزبط يعني انت لو شبتني مركز معاك أنا هديك الأمور الفنية مش هركز بقى ايه زي ما انت مركز في الكرة بس أنا هركز في الحالات بس عظم جدا ترجمة نانسي قنقر